ضمانات معينة للإبقاء على حريات الناس هذه؟ نعم أول هذه الضمانات أعظمها تطبيق شرع الله فإن الحرية تصان بشرع الله عز وجل مثلا الآن في كثير من بلاد الله الحاكم تسبغ عليه من الصفات ما لا ينبغي إلا لله جل جلاله ويقولون الذات الملكية الذات الأميرية الذات الكذا ما فيها الحاكم ليس إلا عبدا من عباد الله سوى أنه أعظمهم مسؤولية وأكثرهم تبعة فالتطبيق شرع الله عز وجل يضع كل إنسان في موضعه أيضا من ضمانات الحرية سهولة الدخول على الحاكم يعني بمعنى أن لا يكون هذا الحاكم في بروج مشيدة ودونه وبينه وبين الرعية يعني حجب وأستار وكذا لا لو أن الحاكم يسهل الدخول عليه ما ظلم أحد أحدا لكن كيف يعني الآن نحن الزمان يعني تكاتر فيه الناس وأصبحوا ملايين مملينا إذا كان الدخول على الحاكم سهلا يعني متى سينجز الحاكم أعماله والله يا أويس الآن للأسف يعني نحن رأينا أنا رأيت بأم عيني في بعض بلاد أوروبا الحاكم يعني يقود دراجته في الصباح ويمشي ويأتي وكذا رأينا من بعض حكام أوروبا من يركب المترو مع الناس ورأينا هذه ميركل هذه التي في ألمانيا تحكم منذ عشر سنوات أو تزيد وهي تبتاع الخضر ما يحيط بها أحد ولا يكلمها أحد يعني هذا الرقي والذي كان عندنا حين ينام عثمان عليه من الله الرضوان في المسجد ويقول الصبيان هذا أمير المؤمنين هذا أمير عمر رضي الله عنه قصة معروفة رضي الله عنه وأرضاه ومع ذلك أقول لو أن الحاكم أراد أن تصل إليه ظلامات الناس فلن يعدم وسيلة من أن يفتح المنافذ فسهولة الوصول إلى الحاكم خلاص دعنا من الدخول سهولة الوصول إلى الحاكم كيفما كانت أيضا تضمن حريات الناس لو أن هذا الضابط أو هذا الجندي الذي يصفع مسلما أو يركله برجله لو أنه كان يحذر من أن هذا الأمر سيصل إلى الحاكم لما اجترأ عليه دعك ممن يفسق في وجوه الناس أو ينعتهم بالنعوت القبيحة أيضا من الضمانات مقاضات الحاكم لو أن الحاكم أساء أو أنه تعدى أو ظلم يكون هناك مقاضاه ولذلك رأينا عليا يقاضيه اليهودي إلى شريح نعم ورأينا من هو أعظم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصته مع سواد بن غزية يوم بدر وأيضا من الضمانات للحرية حق التجمع والاجتماع حق التجمع والاجتماع الآن في كثير من البلاد الدكتاتورية نعم يمنع هذا الأمر يمنع هذا والله جل جلاله أشار إلى هذا الحق في قوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أو بياء بعض يأمرون بالمعروف وينهونا عن المنكر ما المانع لو أننا نريد أن ندعو إلى فضيلة أو نتواطئ لاتفاق معين من أجل أن نرسخ في الناس خيرا أو ننهاهم عن شر نجتمع تعاون على البر والتقوى هذا أيضا من ضمانات الحرية أيضا من الضمانات عدم التمييز بين الناس بسبب الأجناس بسبب القبائل بسبب الألوان بسبب الأنساب والأحصاب فالناس من جهة التمثال أكفاء أبوهم آدم والأم حواء إن كان لهم من أصلهم حسب يفاخرون به فالطين والماء ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء كما قال علي رضي الله عنه فما يميز بين الناس لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عاب على أبي ذر لما قال للآخر يا ابن السوداء قال أعيرته بأمه إنك مرء فيك جاهلية يقول هذا الكلام لمن؟ لرجل يقول عنه ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر يعني يشهد له بالخيرية ومع ذلك يواجه هذه المواجهة الشديدة لما عير أحد الناس بلونه لا